أكد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس أن لجوء بلاده إلى محكمة العضلة الدولية لشكوى تركيا بسبب تحركات الأحادية في منطقة شرق المتوسط أحد خيارات أثنى للتعامل مع الأزمة الحالية وأشار إلى أن التحركات التركية الأحادية والإستفزازية في منطقة المتوسط تهدد المنطقة والسلم العالمي وقال كرياكوس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الاحتفالية الخامسة والسبعين أن الاستفزازات تركيا في المتوسط لا يمكن أن تستمر ودعا رئيس الوزراء اليوناني تركيا إلى الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد والاستفزازات وأكد أنه يؤمن بأن دول الجوار يمكن أن تنشأ علاقة قوية بينهم حتى وإن مرت بصعوبات وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان توترا ملحوظا بعد أن أقدمت أنقرة على التنقيف في منطقة شرق المتوسط في خطوة اعتبرت أثناء اعتداء على حدودها الإقليمية ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع في شرق المتوسط مهددا اليونان بدفع الضريبة وهدد وزير الخارجية تركي مولود جاووش أوغلو الثلاثاء الماضي بالرد على أي تحرك يوناني في المتوسط في حين اعتبرت ألمانيا أن الحل العسكري بين الدولتين ضرب من الجنون ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكامل لليونان وقال وزير الخارجي الألماني أن على تركيا واليونان تغليب لغة السلام لتجنيب المنطقة وشرق المتوسط توتر قد يؤذي الجميع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر